السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم كنت عايزة أسأل لو إنسان كافر ثم تاب وآمن ثم كفر هل تقبل توبته بعد ذلك؟ طبعاً السؤال كده في المطلق ده أنا بقلق من الأسئلة اللي زي دي ليه بقلق من الأسئلة اللي زي دي؟ كنت عايزة أسأل لو إنسان كافر ثم تاب وآمن ثم كفر هل تقبل توبته بعد ذلك طبعا تقبل توبته التوبة تقبل إلى أن تصل الروح إلى الغرغر خلاص فهو تقبل توبته تقبل توبته يعني إيه اللي حصل يعني إيه تقبل توبته يعني لو أنه كان كافرا فآمن خلاص يقبل الله سبحانه وتوبته والإسلام يجب ما قبله بس أنا بخاف من فكرة أنه هو أن حد يقول لو إنسان كافر أن يكون في حد في معنى من المعاني يحكم على الآخر بأنه كافر وده تشاكل من الأشكال اللي بيحصل من سوق الفهم الناس للدين أن في حد يقول والله ده فلان ترك الصلاة فهو كافر فتابه آمن فبعد كده إيه أسلم ثم ما عرفش عمل إيه أو واحد مثلا زي ما بعض الناس يجيوا ويقولوا واحد مثلا واحد قال والنبي فيقول له خلاص قل لا إله إلا الله عشان ترجع للإسلام الحياة دي لو إن إيه أو إن حد مثلا زار كل الكلام ده بخش ما أخشى أن يكون الكلام ده وتماله من هذه الجهة فلذلك أنا لا أحب أن يكون الكلام بهذه الطريقة ولا بهذا الأمر لكن القاعدة بتقول أن الإنسان إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ربنا يقبل توبته وتكون توبته صحيحة مهما حصل لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي نادى على عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فإذا حصل إنه وتاب وعاد إلى الله إن شاء الله ربنا يقبل توبته اشتركوا في القناة